بيبدأ المسلسل مع بنت جميلة اسمها يسر بنت نكحة جدا في شغلها واثقة من نفسها وكل اللي بيشوفها بيحبها وبيعجب بيها وبتروح يسر لشغلها عشان عندها اجتماع مع عميل مهم جدا واول ما بتدخل يسر الاجتماع بابتسامتها الجميلة بينباهر بها العميل وبيعجب بيها وبنعرف ان اسمه شام ورجل اعمال مشهور وصاحب شركة كبيرة وبتعتذر له يسر على تأخرها ونستنها وقت طويل لكنه بينسى تماما قدامها انه كان متعصب جدا من شوية بسبب تأخر الاجتماع بسببها وبيكون قاد في الاجتماع معهم كريم صاحب الشركة وماية موظفة في الشركة وصديقة يسر المقربة ولما بيبدأ الاجتماع بنعرف ان يسر شغالة في التسويق وبيكون هشام محتاج منها تسوق لمنتجاته الجديدة فبتبدأ تارد على الافكار اللي عندها وساعتها بتسأله عن اسم المشروع فبيفاجئ الكل انه هيسمي مشروعه يسر على اسمها وبتستغرب يسر منه جدا وبعد الاجتماع بتقعد يسر مع كريم واللي بيكون مدائق جدا من طريقة شام معيها وبنعرف وقتها ان كريم ويسر بتربطهم علاقة عاطفية لكن كريم مش حابب انه يرتبط بها رسمي او يعلن حتى علاقتهم قدام الناس وده بيكون مدائق يسر منه جدا وبتعرفوا انها متفاهما انه فشل في جوازه وموضوع الطلاق عمله مشاكل كتير لكن ده ما يمنعوش يتجوز تاني ويبدأ من جديد ووقتها بيجي واحد من الموظفين وبيكون عايز كريم في شغل فبيقوم كريم معي وساعتها بتيجي مايا وبتسأل يسر متضايقة ليه فبتقولها ان كريم مش بيعمل اي حاجة عشان علاقتهم تتطور وانها مش قابلة تكون على علاقة بيه في السر وكأنها بتعمل حاجة غلط فبتحاول مايا تلفت نظر يسر لهشام واللي عملوا معيها لكن يسر مش بتكون مهتمة به وبعدها بتكون يسر قاعدة في مكتبها وبيجي لها رسالة من هشام وبيشكرها على تعبع معها في الشغل وانه تفائل بالشغل معيها فبترد عليه يسر وبتعرفه ان ده شغلها وبتتمنى له النجاح فبيبعت لها وبيقول لها انه شاف صفحتها على الانستجرام ومستنيها تقبل طلب الصداقة فبتستغرب يسر جدا من طريقته وجرؤيته في الكلام معيها وبعدها بيقعد هشام مع صديقه ميجو اللي شغال معيه وبيسأله عن يسر لانه شافه وعندها لحساب الانستجرام بتاعها فبيقولوا انه يعرفها من النادي وانها بنتة محترمة جدا ومن عيلة كبيرة وبعد كم يوم بتكون يسر في شغلها وبتلاقي هشام بعت لها ورد مع رسالة وبيطلب منها في الرسالة انها تدي له فرصة يقرب منها ويعرفها اكتر فبتدائي يسر ساعتها وبتتصل بيه وبتقولوا ان العلاقة اللي ما بينهم علاقة شغله بس وما ينفعش يبعت لها ورد او لما حلاها بقى يشيء في كلامه وهي مروحة بتسمع بالصدفة كريم وماية وهما بيتفقوا يخرجوا مع بعض وبتفهم من كلامهم ان في علاقة عاطفية بينهم في السر ولما بترجع البيت بتكون متضايقة جدا وبيلاحظ دباباها ومامتها وبيسألوا عن السبب فبتقولهم ان عندها مشاكل في الشغل وبتدخل قضتها وايه متضايقة جدا وبتفكر وساعتها بيجي لها تليفون من هشام وبيطلب منها انهم يخرجوا سوا لكنها بترفض وهايه متعصبة منه ولما بتقفل معاه بتتصل بكريم عشان تعرف هو فين وبتعرفوا انها اتصلت بكتير لكنه مردش فبيتوتر جدا وبيجذب عليها وبيقولها انه عنده شغل مهم فبتقولوا انها اتصلت بمايا كمان ومردتش فبيقولها انه معرفش حاجة عن مايا وتاني يوم الصبح في الشغل بتروح مايا اليسر في مكتبها وساعتها يسر بتواجه مايا بخيانتها ليها وبتعرفها انها قرفت اللي بينها وبين كريم فبتحاول مايا انها تجذب وتقالف اي حكاية لكن يسر وقتها بتقولها انها كدابة وانسانة رخيصة وبتتخاني معها وبتطردها من مكتبها وبعدها بتروح لكريم مكتبه وبتهزقه وبتقوله انها قرفت انه كدابة وبيضحك عليها وانه انسان وحش وندمان انها في يوم حبت واحد زيه وبتقدم له استقالتها وبتمشي وبعد كم يوم بتكون يسر قعدة في بيتها وبيجي باباها يقعد معيها وبيقولها ان في شاب اسمه هشام جاله الشغل وقال له انه قابلها في شغل كان بينهم وحابي بيجي يتقدم ويخطبها فبتتصدم يسر وبتقول لباباها ان ازاي هشام ياخد خطوة زي دي من غير ما يرجع لها فبيعرفها انه داخل الموضوع جد ومعنى اللي عمل انه بيحترمها وبيحترم اهلها وطلب منها اتفكر براحتها وما تستعجلش وبعدها بتقعد يسر مع علي اختها وبتحكي لها على هشام عمله وبتقول لها علي ان هشام طريقته كانت حلوة وبين علي انه عايزها بجد وبتنصحها تدي له فرصة فبيجي ليسر في اللحظة دي رسالة من هشام كان عايز يسبيت لها النجات وبيطلب منها انهم يخرجوا سوا ويتكلموا ولما بتعرف عليها بتشجع يسر انها توافق تخرج معي ولما بيخرجوا مع بعض بيبدأ هشام يتكلم مع يسر عن قديه ومعجب بها وبشخصيتها وانها انسانة جميلة ومميزة وبيعرفها عن نفسه وعن اهله وبتعدي فترة قليلة وبيتخطبوا البعض وبعدها في يوم بيروح ميجو لهشام وبيقول له انه عارف من حد من صحابه ان يسر خطبته كانت على علاقة بكريم صاحب الشركة اللي كانت شغالة فيها فبيدهي وقتها هشام جدا وبعدها بيروح يسر البيت عشان يواجهها باللي عارفه وبيكون متعصب جدا عليها انها خبت عليه حاجة زي دي فبتتخاني مع يسر بسبب اسلوبه وطريقته معيها وبتعرفه انها محتاجة تعيد نظر في علاقتهم وبالليل بتفضل يسر متضايقة من اللي حصل وبتحكي العالي اختها الموضوع فبتنصحها انها تروح لهشام وتتكلم معها بهدوء لانه ببساطة تعصب عشان عارف حاجة زي دي من ناس غريبة وتانيوم الصبح بتروح يسر لهشام الشغل وبتعتذر له انها خبت عنه علاقتها بكريم فبيعرفها هشام انه بيسق فيها لكنه بيغير عليها وانه كانوا يكلمها عشان يصالحها وبيعرض عليها يروحوا للفيلة بتاعتهم سوا عشان تشوفها على الطبيعة ويختاروا سوا عشان تشطبوها ازاي ووقتها بتقرر يسر انهم ياخدوا سرع مع بعض للذكرى لكن ساعتها يسر بتتكابل وبتوع من كذا دور على الارض وقعة جديدة جدا وبياخدها شامل المستشفى وبيجي اهل يسر وهم مرعوبين وخايفين عليها وبيعرفوا من هشام ان الدكتور دخل يسر العمليات لان الوقعة كانت خطيرة عليها وبعد شوية بتخلص العملية وبيخرجوا الدكتور وبيقولهم ان الوقعة اصطرت اسفل العمود الفقري وبالتالي اصطرت على الحبل الشوكي وبيعرفوا من حالة يسر لازم تتعرض على دكاترة برا مصر عشان يعملوا لها عملية معينة ممكن تعالجها فبياخد هشام الدكتور على جنب وبيسأله عن نسبة نجاح العملية فبيعرفوا ان نسبة تتنجح قليلة جدا وانها لو ما نجحتش يسر هتتشل ومش هتمشي تاني وبعدها بيبص هشام على يسر من بعيده وحزين ويائس وبعد كم يوم بتسافر يسر مع اهلها لندن ولما بتعمل العملية للأسف ما بتنجحش وبيعرفوا ان بنته فقدت الاحساس والحركة برجليها ولما بيبلغ يسر باللي حصل لها بتتصدم وبتفقد الأمل وبتحس بالعجز والإحباط لما بتقعد على الكرسي الأول مرة وبتكون مش مستوعبة اللي حصل لها واللي بقت فيه وبعدها بيتصل بابا بهشام وبيطلب منه يتصل بيسر يهون عليها ويكون جنبها لكن هشام ساعتها بيصدمه بانه فسخ الخطوبة ومش هيقدر يكمل مع يسر وهي كده وبتقرر بعدها يسر انها تفضل قاعدة في لندن بيد عن مصر وعن أي حد يعرفها ولأنها مش تقدر تعيش وسط أي حد عرفها وتواجه الناس ونظراتهم ومع الوقت الصلاة والدعاء ساعدوها تهدى شوية لكن بعدها بتقرر تدرس حاجة جديدة وبتختار تدخل مجال السينما وتدرس الإخراج وبتبقى شطرة فيه جدا وأخدت شهادة عالية وبعد ثلاث سنين بيتوفى باباها فجأة واضطروا يرجعوا مصر تاني عشان الجنزة والدفنة وساعتها يسر بتقرر انها تفضل في مصر المساعد مخرج وقررت خليه ساعدها تلاقي شغلة وتبدأ تدخل مجال الإخراج لكن عالية بتقولها انها كانت شطرة في شغلها فليت غيره فبتعرفها يسر انها مش حابة تعمل أي حاجة كانت بتعملها زمان وعايزة تعمل حاجة جديدة فبتشجع مامتها وبتكون مبسوطة بحماسها وبعدها بيجي جلال وبيعود مع يسر وبيقولها نورشحها تبدأ تدريب في فيلم من بطولة الفنان هادي نصار فبتفرح يسر جدا لان هادي فنان كبير ومشهور وبتشكر جلال على مسندته ومساعدته ليها وبعدها بتحكي يسر العالية اللي حصله يا فرحانة جدا وبتقولها عالية ان احمد الشاب لها بتحبه ومرتبطة به عايز يجي يخطبها لكنها رفضت فبتستغرب يسر من رد فعلها وبتسأل عن السبب فبتقولها عالية انها مش عايزة تتجوز وتسيبها فبتتأثر يسر ساعتها وبتقولها ندم الصح وانها لازم تكمل حياتها طبيعي زي اي بنت وتاني يوم الصبح بتروح يسر المكتب طارق المخرج عشان يتفق معيها وبيعرفها انه وافق انها تنزل معها تحت التدريب في فيلم هادي نصاري الجديد وساعتها بيجي هادي عشان عنده اجتماع مع طارق والمنتج اكرم وبتنبهر يسر جدا بيه لما بتشوفه لانها من اشد معجبين ولما بترجع البيت بتكون قاعدة معالية وبتحكي لها قدي ايه هادي شكله حلو جدا على حي اكتر من التلفزيون وبتوعدها انها تخليها تتصور معي بس لما تعرفه وتاخد عليه وفي الوقت ده بيكون هادي في بيته مع مامته وخالته وجوء ابن خالته وساعتها هادي بيتدايق من مامته عشان قالت لكل قريبهم على فيلمه الجديد وبيعرفها انها منفعش تقولها اي حد اي حاجة قبل ما يبدأ تصوير وبالليل بيجي اصحاب هادي وبيسهروا مع بعض وبيكون من ضمن اصحابه نيفين واللي شغالها معا المسؤولة عن لبسه والميكياج بتاعه في التصوير وبتكون متضايقة جدا ان البطلة بتاعت الفيلم هي زينة اسعد لانها من الفنانات اللي حطين عينهم على هادي وبعدها بتبعت يسر رسالة لهادي عشان تساعده يتقمص الشخصية ويأدها بشكل كويس لكنه بيحرجها جدا وبيقولها ما تدخلش في شغله واول حاجة عايزة توصلها له تعرف المخرج بها الاول فبتدق يسر رسالتها من طريقته جدا وبعدها بيحس هادي انه كان سخيف معاها فبيبعت لها رسالة بيعتذر لها فيها ولما بياخد باله منصرتها بيعجب بجمالها جدا ومن بعدها بيفضل هادي على تواصل مع يسر عشان تساعده يطلع الشخصية اللي هيمثلها في الفيلم بأحسن شكل وبيبدأ يعجب بها وبشخصيتها ولما بيجي اول يوم تصوير بيتصدم هادي لما بيشوف يسر قاعد على كرسي متحرك فبتفهم يسر انه تفاجئ انها قاعدة وبتدائق ساعتها جدا وبتحس ان هادي حس ناحيتها بالشفقة وده اكتر احساس بيوجعها وبعدها بيحكي هادي الجول اللي حصل مع يسر وبعد شوية بتوصل لزينا الممثلة وبتروح لهادي تسلم عليه وبتعرفه انها متفقلة في المهم سوا وبيبدأ هادي يصور اول مشاهد ليه في الفيلم وبيكون طارق المخرج ساعتها متعصب جدا بسبب ممثلة مبتدئة معهم متوترة ومش حافظ المشاهد بتاعها فبتقرر يسر تتكلم معيها وبتديها شوية نصايح عشان تهدأ وما تكونش متوترة وفعلا بتقدر الممثلة تعمل مشاهدها كويس جدا فبيفرح طارق جدا بيسر وبيتأكد انها شطرة وفي الوقت ده بتكون علي قاعدة مع مامتها وبتتكلم معانا عايزة تشتغل ميكاب ارتست فبتستغرب مامتها وبتعرفها ان بابها سايبلهم فلوس كويسة تعيشهم مبسوطين فبتقولها علي انها مش مادية لكن مع الوقت الفلوس هتخلص ولازم يكون يوم داخل تاني وفي الوقت ده بيجي ممضوح عم علي ويسر وبيتكلم معهم في انه عايزهم يبيعولوا نصبهم في المطبعة فبترفض علي ومامتها وبتستغرب علي ان ازاي مطبعة كبيرة داخلها شهر اوليل جدا وده حصل تحديدا بعد وفاة بابها فبيقولها عمها اللي بتكسبه المطبعة بيتصرف عن مرتباته الكهرباء والضرائب لكن علي ومامتها وما بيقتنعوش بكلامه وبيرفض يبيعو نصبهم وفي الوقت ده بيكون هادي وزينا عندهم مشهد مع بعض لكن زينا بتكون مش حفظة مشهدها وساعتها نيفين بتحاول تدايقها وتتريق عليها فبتتعصب زينا جدا منها ولما بتيجي يسر عشان تساعد زينا تتقمص شخصية اكتر بتحرجها وبترفض تسمعها فبترجع يسر المكانة ويمت دايقة ووقتها بتقول زينا الهادي انها مستغربة ان طارق وفق يكون معا واحدة في حالة يسر فبيدفع ساعتها هادي عن يسر وبيقول زينا انها شطرة جدا وهتكون مخرجة نكحة وبعد التصوير بيروح هادي اليسر عشان شافها متدايقة وبيعرفها انها لو عايزة تقولها اي ممثل حاجة او تساعده لازم تبلغ طارق الاول عشان محدش يحرجها وبيعرفها ناشطرة جدا وهتنجح وبيحاول انه يخليها تسق في نفسها اكتر وبعدها بتكون نيفين متدايقة جدا عشان زينا قاعدة مع هادي في الكارفان بتاعه فبيقولها جون الكارفان زينا مفوش مية وساعتها بتمنع مونة المساعدة بتاعت زينا انها تدخل كارفان هادي وبتتخانق معيها فبيطلع هادي وزينا على صوتهم وبيهدوهم وبيخد نيفين على جنب وبيفاهم ان اللي بتعمله صح مش غلط ووقتها بتيجي هيام الواجه الجديد للفيلم وبيعرفها جلال على طارق ولما بيمشي طارق بنيعرف ان هيام حبيبة جلال لكنهم مخبين عن الناس عشان طارق مايفهمش انها جاية وسطة ويرفضها وبعدها بتكون يسر وجلال مع بعض عشان مراوحين لكن ساعتها بتكتشف ان الرصيف عالي وما فيوش منزل والمكان اللي جات منه الصبح بعيد جدا فبتتدايق وبتحس بالعجز وبيجي هادي بالصدفة من وراها وبيسمع للحصل وبيشاور لجلال انه مايقولش نسمعهم وبعدها بتكون زينا قاعدة مع مونة وبتقولها انها تركز مع نيفين وتعرف علاقتها بهادي إيه لانها سايبها براحتها على الاخر تزعق وتعمل اللي في دماغها وفي الوقت ده بتكون نيفين قاعدة مع هادي وبنعرف انه كان فيه بينهم ارتباط زمان وخطوبة وانن فينا عايزة ترجع علاقتهم ببعض لكن هادي رفض ده فبتعرفوا انها بتغري عليهم مش هتسمح لأي بنت تقرب منه ولا تخليها تجوز حتى لو وصلت انها تقتل البنت اللي هتقرب منه فبيتصدم هادي من كلامها ومن تفكيرها وبيعرفها انها لو بتتكلم بجد فيا كده محتاجة دكتور نفسي تنهره بتقوله انها ما حبيتش ولا هتحب حد غيره فبيقولها انها لو ما تغيرتش هيتطر يبعد عنها بجد وتاني يوم الصبح بيقعد هادي مع يسر عشان تمرنه على مشهده الجديد وبيكون مبسوط جدا من شطارة يسر وبتيجي ساعتها زينة وبتقعد معهم فبتستأذن يسر وبتمشي عشان تسيبهم لوحدهم وبتبص عليهم من بعيد وبيبان عليها يا غيرتة على هادي وبعد 3 يام بيكون هادي ويسر ونيفين مع بعض وساعتها بيجي الهادي رسالها من زينة فبتتعصب نيفين جدا لكن هادي بيتجهلها وبيروح يقعد مع زينة وبيبان عليهم انهم معجبين ببعض وفي بينهم حاجة وبتبقى منا وقتها قاعدة مع جوه وبتحاول تعرف منه اللي بين نيفين وهادي فبيقولها ان نيفين صاحبتهم من زمان جدا وزيختهم وفي الوقت ده بيكون جلال متدايق من لبس هيام فبتقوله نطار المخرج لطلب منها تلبس كده عشان المشهد وساعتها بيعاكسها واحد في الشارع اللي هيصوره فيه فبيتخاني معا جلال وبيزعق الهايام وفي الوقت ده بتكون علي قاعدة مع احمد وبيعرفها نشاقته خلاص خلصت واستلامها ويقدروا يتجوزوا في اي وقت بتتوتر علي ساعتها وبتعرفوا نشاقته في التجمع وبتأهلها في كتوبر وكده هيتكون بيدة عن يسر ومش عايزة تبعد عنها فبيتعصب احمد وبيقولها ان مفيش في ايده حاجة يعملها ومش هيغير حياته وبيته عشان اختها وبيسيبها وبيمشي ومتعصب وبعدها بتتصل بيسر عشان تروح لها التصوير لانها متخنق مع احمد ومتدايقة فبتعرفها انها تستأذن جلال الاول وبعدها بتشوف يسر هيام وهي قاعدة مع طارق وبتدل عليه ولان يسر عارفة ان هيام حبيبة جلال بحكم صداقتهم بتتدايق عشانه وبتتعمد انها تروح لهم عشان تحرجها وبعدها بتقعد يسر مع جلال وبتسأله اذا كان يعرف هيام كويس وضا منها فبيستغرب جلال من سؤالها وبيقولها انها من اسكندرية وقابلها وبيتقدم في مكاتب التمثيل وبقى اصدقاء وبعدها ارتبطوا ببعض فبتغير يسر الموضوع وبتستأذنه ان عاليا تيجي تتفرج على التصوير فبيوافق وبيرحب بها جدا وبعدها بتوصل عاليا لكن بيكون التصوير خلص وما بتلحقوش وبييجي هادي ساعتها وبيسلم عليها وبتكون عاليا مبسوطة جدا انها شافته وبتتصور معاه وبيطلب هادي من يسر انها تقابله كمان شوية عند الكارفانات ولما بيمشي بتكون يسر عايزها تدخل الحمام بسرعة لانها مزكة نفسها من الصبت لان ما فيش حد يساعدها فبتتأثر عاليا اختها جدا وبتزعل عشانها ولما بتخلص يسر بتروح لهادي عند الكارفانات وبتتفاجئ ساعتها انه جاب لها منزل متحرك مخصوص للكارسة المتحركة عشان تاخدوا معاهل اي مكان وما تشيلش هام الرصيف تاني فبتفرح يسر جدا وبتشكره وبيكون هادي ساعتها سعيد جدا واشاف الفرحة والسعادة اللي في عينين يسر ولما بترجع يسر وعاليا للبيل بيحكر مامتهم عن اللي هادي عمل ولما بتدخل يسر قضتها بتحس مامتها انها مش مبسوطة فبتحكي لها عاليا ان يسر بتعاني بسبب حالتها وما بتعرفش تدخل الحمام لوحدها وبتتكسف تطلب مساعدة من حد وبتلمح لمامتها انها حاسة ان هادي معجب بيسر فبتدخل مامتها وبتقولها ما تتكلمش مع يسر في حاجة زي دي عشان اكيد هادي بيعطف عليها وساعتها يسر هتتجرح وفي نفس الوقت ده بيخبط الباب وبيكون احمد وبيكون جاي عشان يصلح عاليا ويعرف انه هيغير مكان الشقة ويجيب شقة في اكتوبر عشان لازم فعلا تكون جنب اختها فبتفرح عاليا ساعتها جدا وفي الوقت ده بتكون يسر قاعدة في قضتها وبتبعت رسالة شكر الهادي وبيقرر ساعتها انه يتصل بيها فبتفرح يسر جدا لما بتشوف اسمه على التليفون وبيفضلوا يتكلموا سوى لحد الساعة 5 الصبح وبتقف اليسر عشان عندهم تصوير الساعة 7 ويادو بتلحق تجهز وتاني يوم الصبح بتكون يسر قاعدة في كافية وبيشوفها عشان بالصدفة وبينده عليها وبيقعد معه وبيحاول يعتذر له ويخليها تسمحه لكن يسر وقتها بيعدي قدامها شريط حياتها من اول يوم شافت فيه شام لحد يوم الحادثة وتخلي عنها وبتقرر ساعتها انها تسيبه وتمشي من غير ولا كلمة منها وفي التصوير بيلاحظ طارق ان يسر وهادي بيناموا على نفسهم ومش مركزين وبتكون نيفين بعدها مع هادي وبتتخانق معها بسبب تجهلوا ليها وبيدخل عليهم جوه ساعتها عشان صوت نيفين عليه جدا وبيعرض على هادي اعلان جايله بمشاركة زينة فبيوافق عليه ووقتها بتتعصب نيفين اكتر وبتمشي وبتروح تقعد لوحدة وهي متضايقة وبتقول مونا ان نيفين عملتهم وحش ودايقتهم وبالليل بيكون الكل متجمع في بيت هشام ولما بيجي بيكون معها زينة ووقتها بتتدايق نيفين جدا وبتغير وبتتعمل طول الوقت انها تقطع زينة وهي بتتكلم وتدايقها وبيرح هادي يقعد مع مامته شوية فبيلاقيها مبسوطة بوجود زينة ومستنياها نوم يتخطبه وتانيهم بتقرر يسر ما تروحش التصوير وبتعرض على العالية يروحوا النادي سوا وبتوقع تتكلم معه وبتحكي له عن هادي وانها بقت بتفكر فيه كتير ومهتمة تكون معاته للوقت وبتكون متضايقة وهي بتحكي عشان متأكدة ان هادي مش هيبصلها فبتقول لها عالية انها ما ينفعش اتفكر كتير وتحسبها ووقتها جلال بيبعت ليسر رسالة انه مفتقدها جدا في التصوير فبتفرح يسر ان فيه حد حس بغيابها وبعدها بتكون عالية في البيت وبيتصل بها هادي عشان يطمن عليها لانها ما جاتش التصوير وبعدها بيجي جو وبيعرف هادي ان فيه موقع بيقول ان هو وزينر ثبطه فبيطلب منه هادي ان يعرف له مين اللي ورا الخبر ده وبالهل بيكون هادي قاعد مع جلاله وبيتكلم معه عن يسر وبيسأله عن اللي حصل لها فبيحكي له جلال عن الحدثة وان خطبها اللي سابها وفي الوقت ده بتيجي نيفينه وبتتكلم مع هادي وبتحاول تقنعه تاني انهم يرجعوا لبعض لكن هادي بيرفض وبيعرف ان علاقتهم مع بعض مستحيل ترجع تاني وبعدها بيتصل بيسر وبيعرض عليها انهم بيخرجوا سوا فبتتوتر جدا وبتندق على عليا وبتحكي لها اللي حصل وبتطلب منها تروح معا عشان مكسوفة تخرج لوحدها وفي الوقت ده بتتصل زينة بيه عشان كانوا خارجين مع بعض بيقول لها انه عنده مشوار مهم ومش عارف يخرج معيها فبتدق منه جدا ولما بيخرج هادي مع يسر وعاليا بيكونوا مبسوطين لكن فجأة بتصدم عليا لما بتشوف احمد مع بنت تانية وبتعرف انه بيخونها وبتمشي عليا وهي مصدومة ومنهارة وبتفضل تعيط طول الليل ومش بيصدق اللي حصل لانها عمرها مشاكت فيها او دورت وراها وكانت بتسق فيه جدا فبتقولها يسر ان اللي زي ده ما يتزعلش عليه ابدا وكويس ان ربنا كشفه لها وتاني وفي التصوير بتكون نيفين وجوه هادي في الكارفان بتاعه ولما بتيجي زينة بتتخاني معك العادة فبياخد هاني زينة وبيتلع برى الكارفان وبعدها بيروح يقعد مع يسر وبيسألها عن عليا وبيكون مش فاهم ايه اللي حصل خلاها تمشي برحوة بتعيط فبتقوله يسر انها مشكلها شخصية تخصة عليا وبيستغرب هادي ساعتها ان يسر متغيرة معايا وبعدها بيروح احمد لعاليا لبيته ومش فاهم هي ليه مش بترد عليه ومسحيته من الفيسبوك وعملت له بلوكة على الواتساب فبتواجه عليا انها شافته وبيخونها وبتعرفه انها خلاص مش حابة تكمل معايا وعمرها ما تسامحه وبالليل يكون هادي قاعد مع مامته وبيقولها انه بيحب لكن اللي بيحبها مزينة فبتقوله مامته ان اللازم اللي بيحبها يكون مرتاح معايا وحاسس انه بيعرف يكون على طبيعته ها معايا وبتعرفه ان الشكل مش مهم ومش اساس الاختيار وبتروح عليها تاني يوم مع يسر التصوير عشان ما تقودش لوحدها وساعتها بيجي هادي وبيقعد معاهم وبيسأل عليها اذا كانت بات احسن دلوقتي وبيفاجئها انه يكلم كرم المنتج عنها عشان يدخلها مع فريل ميكياج بما انها ميكاب ارتست ودرسة في لندن وساعتها بتكون مونة بترقبهم وسامعهم وبتروح لزينا وبتحكي لها اللي حصل وبتكون شكا انه في حاجة بين هادي ويسر لكن زينا بتقولها ان ده مستحيل وبعدها بيكون هادي قاعد مع يسر وبيتكلم معها بخصوص انها متغيرة معاها وبتعامل وحش وبيعرفها ان معجب بيها بتقوله يسر ان مش حابة العلاقة بينهم تتطور لحب لانها مش مستعدة تتوجع وتتجرح لكن هادي بيوقايدها انه عمره ما هيخليها تحس بوجع تاني وبيطلب منها فرصة يثبت لها كلامه ووقتها بتكون علي قاعدة مع كرم وبييجي جلال يسلم عليها وساعتها هايان بتتعصب جدا وبتتخاني مع جلال عشان غيران عليه وتانيون في التصوير بتشوف يسر هادي هو قاعد مع زينا ومساعدتها وبيبقوا وبيتحكوا ويهزروا وبيشوفها هادي فبيشاور لها عشان تيكتقض معاهم لكن يسر بتكون مدقة منه غيرانها وبتمشي وفي الوقت ده بيشوف جلال هايام ويخرجها من كارفان طارق فبياخدها على جنب وبيتخاني معاها وبيقرر انه يتعلاقت بها تماما لان طرائطها واسلوبها مش مرحين وحس انها بتخونوا وبتستغلوا الصدفة عليها في عربيتها وسمع اللي بيدور بينهم وبعد شوية بتروح يسر الهادي عشان تراجع مع المشايد بتاعته لكن في اللحظة دي بيقرر هادي يعترف اليسر بحبه ليها فبتتصدم يسر ساعتها ومن توترها وخوفها بتمشي وما بتردش عليه وبيكون هادي مستغرب نفسه ازاي لأول مرة يحس انه بيحب بجد وبيكون مستغرب من رد فعل يسر وفي اللحظة دي بتكون يسر حزينة انها مش عارفة تعبر الهادي عن حبها ليه عشان خايفة تتجرح وتتوجع تاني وفاكرة انه حبه ليها مجرد شفق عليها ووقتها بييجي طارق وبيشوف يسرها بتعيط فبيستغرب جدا لانه اول مرة يشوفها بتعيط وبيحاولي هديها فبتستأذن انها تقعد لوحدها شوية وتبقى تيجي تاني وساعتها بيكون هادي قاعد مع زينة وبتبدأ تتخاني معها بسبب انه مطنشها ومش مهتم بيها وانها فنانة كبيرة ماينفعش يعمل معها كده فبيطلب منها هادي انها تبعد عنه وتنسى انه ممكن يكون فيه بينهم حاجة وبيروح للطارق عشان يسأله عن يسر وهو متعصب جدا فبيقوله ان يسر قاعد لوحدها شوية عشان كان بتعيط وبيروح لها هادي وبيقعد معها وبيفاهمها انه فاهم ومقدر احساسها وعارف انها خايفة لكنه هيعمل المستحيل عشان يطمنها وبتقرر عليها تتكلم مع جليل وتعرفه انها سمعته هو وهايام وبتقعد جنبه وبتهون عليه وبتعرفه انها ما كانتش تستهل واحد زيه وبعدها بتقابل زينا ادهم مدير التصوري الجديد وبيكونوا اصدقاء واشتغلوا مع بعض قبل كده كتير ووقتها مونة ودينا بيقولولها انها لازم تقرب من ادهم عشان تغزب هادي وساعتها هادي هيغير عليها ويرجع لها ندمان فبتاجب الفكرة زينا لكن بنكتشف بعدها ان ادهم في الاساس بيحب نيفين ونفسه توافق انهم يرتبطوا لكن نيفين هي اللي رفضة وبالليل بتحكي يسري العالية ان هادي اعترف لها بحبه فبتفرح عليها جدا لكنها بتفهم ان يسري خايفة ومش مبسوطة وبتقولها يسري انها مستحيلها تكون مالية عين هادي بسبب اعاقتها وبتكون خايفة تتسابقه وتتخان زي ما حصل معها قبل كده فبتقولها عالية ان هادي مختلف عن اي حد لانه قرر يحبها وهو عارف كل حاجة عنها وساعتها بيجي وارد اليسري من هادي معارسلة كاتب فيها انه قاعد برا مستنيها فبتتشيك وبتطلع عشان تقبلوا يا فرحانة ومبسوطة وبعدها بيخرجوا سوا وبيكون هادي عزمة على العاشة رومانسي وبيعودوا يتكلموا سوا عن خوف يسر فبيقولها هادي انه مش شاف فيها اي عيب او مشكلة وانها البنت اللي هتليق عليه ويكونوا مناسبين جدا لبعض فبتطلب منه يسر ان محدش يعرف اي حاجة ما بينهم دلوقتي لحد ما تكون جاهزة ولما بيخلصوا وبيجوا ماشين بيلاقي هادي عربية ركنة وسد المنزل اللي يسر بتمزل منه فبيتخاني مع صاحب العربية وبيعرفوا ان المكان اللي ركن فيه مخصص لحالات معينة لكن صاحب العربية بيفضل طول الوقت يستفز هادي لحد ما يتخاني معاه وصوتهم بيعلى والناس بتتلمى عليهم وبتصورهم وبعدها لما بيوصل هادي يسر للبيت بتكون متضايقة بسبب الخناء وحسنها السبب فبيقولها هادي انها ما تنفعش تكون حساسة قوي كده وان في ناس قاللت الزوء اسلوبة وحشة تقبلهم كتير في حياتها وتاني يوم الصبح بيروح احمد العالية التصوير وبيتخاني معاشا المصمم انهم يرجعوا لبعض وهي رفضة وساعتها جلال بيتدخلوا وبيتردوا بهدوء من المكان وبيعرفوا ان ده مكان تصويره وشغله ممنوع يكون موجود فيه وبالليل بتشوف نبين خبر خنائة هادي وبتستغرب لما بتلاقي معي يسر وكانت راجب عربيته وخارجين سوا لكنها ما بتصدقش ان ممكن يكون بني يسر وهادي اي علاقة بسبب حالتها وتاني يوم بيكون طارق قاعد مع جوها يام وبيدخل عليهم اكرم وبيوريهم فيديو خنائة هادي واللي يبقى ترند على مواقع التواصل اجتماعي وساعتها بيتصدموا كلهم لما بيشوفوه وبتبقى زينها بتكون هي كمان بتشوف الفيديو وبتتصدم لما بتلاقي يسر معي ووقتها بتقول لها مونة انها حذرتها اكتر من مرة من يسر فبتقول لها ان المستحيل هادي يطنشها عشان واحدة معاقزة يسر وفي الوقت ده بنعرف النماية تبقى صاحبة نيفين المقربة وبتقول لها ان يسر مش سهلة ومسالكة واكد وقعت هادي زي ما عملت مع كريم وانها لازم تاخد بالها منها كويس قوي بتبدأ نيفين تشك في الموضوع وبيروح جول هادي عشان يوري الفيديو وبيعرفه ان نجم جبير وما ينفعش يامل حاجة زي كده ويتخنق في الشوارع وبيكون مداء من هادي عشان خب عنه علاقته بيسر فبيحكي له هادي عن حب اليسر وقده متعلق بيها لكن جو بيكون مش مقتنع بالعلاقة دي وفي الوقت ده بتشوف يسر الفيديو وبتنهر بسببه وبتطلب من عالية سيبها لوحدها وبتتصل بهادي وبتتكلم معا عن الفيديو وبتكون متعصبة جدا الناس صورتها وعرفوا شكلها وخايفة يدوروا وراها ويعرفوا ليها فيه وساعتها مش يرحموها وبتطلب منه يطلع يكذب الخبر وبعدها بيكون هادي عنده تصوير مع زينة وساعتها بتحاول تغيزه بأدهم لكن هادي ما بيكونش مركز في تصرفاتها ولا فارق معاه فبتقولوا انه أحسن حاجة عملها انه تكذب خبر على أخته بيسر لأنه أكيد مستحيل يكون مرتبط بوحدة زيها فبيتعصب منها هادي جدا ووقتها بتكون يسر في البيت ومامتها قاعدة بتتكلم معاها وبتعرفها انها لازم تنهل بينها وبين هادي لأن هي مش حمل جرح تاني وهادي مش شباههم وهيكون حولها معجبات كتير وهو ممكن يبص الواحدة منهم وساعتها هي مش هتتحمل الصدمة ولما بيرجع هادي البيت بيلاها مامتها مبسوطة بالفيديو عشان شافت مع بنت وبتكون عايزة تعرف عنها كل حاجة فبيحكي لها هادي عنها وعن ازاي قابلها وانها بنت محترمة وبنت ناس وبيقول لمامتها انه بيحبها والموضوع جد جدا بالنسبة له ووقتها بتتصل بيسر فبيدخل قط ويكلمها وساعتها بتقولوا انها قرار تنهل لما بينهم لانها مش حمل اللي بيحصل دلوقتي على موقع التواصل اجتماعي ولما بتقفل معها بتبعت رسالة لطرق المخرج وبتعرفوا انها مش تقدر تكمل الفيلم ولما بيرجع هادي المامتو بيلاها خالته وجوه موجودين ومامتو مصدومة وبتتخاني معاه عشان قارفت من جوه انه يسر قاعدة على كرسي متحرك وبتقوله ازاي يكون حواليه البنات الكتير دول لزي الامر وطبيعيين ويفكر في بنت زي دي لكن هادي بيسر على يسر وبيقول لمامتو انه يسر احسن من ميت بنت سليمة وفي الوقت ده بيكون جلال عند يسر وبيحاول يهديها ويقناعها ما تسبش الفيلم وتكون اقوى من كده وبتدخل عليها يا كمان وبتشجعها ترجع عن قرارها لانها متعودة دايما تشوفها قوية وشجاعة وبتواجهها اي حاجة وبعدها مامة هادي بيتكلم نيفين عشان تجيلها وتتكلم معيها وبتعرفها ان هادي قالها انه بيحب يسر وعايز تجوزها وبتعرفها انها مش موافقة على الموضوع ده فبتنهرني فين وبتعيط لانها ما كانتش تتخيل ان هادي هيحب يسر ووقتها بتخرج عليها ويسر سوا وبتكون عليها ساعتها متفقا مع هادي عشان يجي ويقعد مع يسر ويتكلم معيها ولما بيقعد هادي معها بيطامنها اكتر وبيعرفها انها كل حياته وعمره ما يتخلى عنها وبيقولها تبص قدها نكحة في شغلها ولسه تنجح اكتر وبيطلب منها ترجع تاني تكمل الفيلم وما تسيبوش وتاني يوم الصبح بتلاقي يسر صورة منتشرة لها على الفيسبوك وهي بالكورس المتحرك وفي الوقت ده بتروح مامة هادي اللي بيتيسر اللي بتقابلها مامة يسر وبتعرفها ان يسر مش موجودة وتقدر تتكلم معها هي فبتطلب منها تخلي بنتها تبعد عن ابنها لانها مش مناسبة لي وما تنفعوش فبترد عليها مامة يسر وبتعرفها ان يسر كلمة ابنها ونقاة الالاقة اللي ما بينهم فمن باب اولى تتكلم مع ابنها وتخليها هو اللي يبعد عن بنتها لانه مش مناسب ليها وبتعرفها ان اسلوب حياة هادي ابنها مش حاجة تخليها تنبهر بيه وتشوفه شخص مناسب لبنتها حتى لو سليمة فبتدائق مامة هادي وبتحس بالاهانة بتقولها ان ابنها متربي وناجح وشاطر ونجم كبير واي بنت واي عالة تتمنى وفي التصوير بتكون عالية قاعدة مع جلال وبيبانى عليهم انهم بقوا قريبين جدا من بعض وساعتها بيجي العالية رسالة فيها خبر عن يسر وبيكون محتوى الخبر كله تجريح فيها فبتدائق جدا هي وجلال وبيتفاجئوا بيسر جاية عليهم ويا قوية ومش فارق مع اي حاجة وبيعرفوا منها انها شافت الخبر ومش هتركز تاني في كلام الناس وبيجي اكرم وبيعرفها انو عايز يمدي معي عقل لانه شاف انها شطرة جدا وتستهل تكون مساعد مخرج ثابت للفيلم وفي نفس الوقت بيكون هادي بيقرأ نفس الخبر ومتعصب جدا من المكتوب وبيطلب من جوه يعرف مين اللي غرى الخبر لانه واضح جدا انو مقصود وبتروح نيفين وقتها تقعد مع يسر وبتتكلم معها بطريقة وحشة جدا وبترفض انها تعمل شغلها او اي حاجة يسر بتطلبها منها وبعدها بيجي هادي وبيعود مع يسر وبيسأل عن سبب خلافها هي ونيفين فبتعرفوا اللي حصل وانها بقيت تكلمها بطريقة وحشة فجأة بتسأله يسر اذا كان في بينهم حاجة زمان لكن هادي بينكر ده وبالليل بيكون هادي قعد مع خالته وبيعرف مين عنها معايا وفي صفه ومقتنعة بيسر ومش شايفة ان فيها اي حاجة تعيبها وبتعرف ان الاهم من حب اليسر انه يكون قد وعود وقد انه يحافظ عليها بجد وبتعدي الايام وبتفضل يسر وهادي عشين ضحايا لمواقع التواصل الاجتماعي كل يوم تعليق وكلمة أصعب من اللي قبلها والكل بيعيب في يسر وكانها اللي اخترت مصرها وفي يوم بتعود زينها مع يسر وبتحاول تخليها تدايق من هادي وتبعد عنه فبتشكرها يسر عن نصيحة وبتسيبها وبتمشي وفي يوم بيروح ممضوح لمامة يسر وعاليا وبيتخاني معها بسبب سيرة يسر اللي بقيت حديث كل الناس لكن مامة يسر وعاليا ما بتسكتش وبتعرفوا انه مش ابوهم عشان يتحكم فيهم وان من يوم ما اخو مات وهم ما بيسألش فيهم ولا يعرف عنهم اي حاجة حتى ويرسوم عايز ياخدوا منهم وفي الوقت ده بتكون عاليا مع جلال وخارجين سوا ولما بيوصلها للبيت بتلاقي احمد بيستنيها وبيتخاني معه عشان خارج مع جلال فبتعرفوا عاليا انه انتهى تماما بالنسبة لها وساعتها جلال بيتخاني مع احمد وبيعرفوا ان عاليا بقت تخصه وكلامه يكون معه ومش معيها وبالليل بتبعت نيفين ليوسر صور خطبتها هي وهادي زمان فبتواجه يوسر هادي تاني يوم بالصور اللي بعتتها له نيفين وبتكون متعصبة جدا وبتتهمه انه كدب عليها فبيعرفها هادي ان الصور دي بقالها سبع سنين والموضوع منتهي من زمان وما حكاش عنه عشان مش عايز يحكيه لانه انتهى بالنسبة له وبعدها لما بتيجي نيفين للتصوير بيبلغة واحد من اللي بيشتغله معها دي انه طلب منه يبلغة انها مرفوضة ومش هتكمل معها الشغل فبتتصدم نيفين ساعتها وبعدها بيكون طارق متدائق من هيام لانها ما بتعرفش تمثل وبيطلب من واحد من المساعدين انه يخلي جلال يجي يعلمها فبيقول لطارق ان جلال مش حابب يتعامل مع هيام تاني لان جلال كان تقريبا فيه بينه وبين هيام حاجة وهي خانته وبعته فبيتضايق طارق وبينده لهيام وبيسأل عن علاقتها بجلال فبتتوتر وبتبدأ تألف اي حكاية وتجدب فبيفهم طارق ان هيام تستغل الجلال عشان يخليها تمثل وانها دلوقتي بتستغله وبتتحك عليه وكمان عشان توصل على حسابه وتعمل افلام اكتر فبيقرر انه يطردها وبيروح لجلال وبيعدي يتكلم معه وبيعرفه ان حاجة زي دي وامرها ما كانت تأثر على شغله معه او مكانته عنده وبيقوله انه خلاص طرادها وعايز واحدة تانية مكانها وبعدها بيروح جلال العالية وبيحكي لها على اللي حصل وان طارق جاب له حقه من هيام وبيقرر جلال ساعتها يعترف العالية بحبه ليها فبتفرح عالية جدا وبتقوله انها كمان بتحبه وبالليل بتروح نيفيل لهادي وبتعرفه انها قررت تسافر لأهلها في استراليا عشان تبعد عنه وتبدأ من جديد وبتقرر تعترف له انها كانت جزء من الحاملة اللي بتهجمه وبتشاهر به وهو يسر لكن اللي زودها كان اساسها هي امامة وجوه فبيتصدم هادي وبعدها بتسجل يسر لنفسها فيديو وبتتكلم فيه عن الحادثة وازاي حياتها تغيرت 180 درجة من بعدها وعانت كتير عشان تقدر تواجه العالم تاني وانها فخورة بنفسها ومتقبل حالتها ورادية بيها وقدرت تبقى مساعد مخرج بمجهودها وشطرتها وبيعدي اسبوع وبيكون فيديو يسر مسامع في كل حتة وبتلايها ناس كتير وقفين معها وجنبها وبشجعوها في خلال الاسبوع ده بتكون قطعت كل التواصل اللي بينها وبين هادي وبيبقى مامة هادي هي وجوه ندمنين جدا بسبب زعل هادي منهم وبسبب الحالة النفسية اللي هادي وصل لها وهو بعيد عن يسر وبعد كميهم بيروح هادي ومامته وخالته لبيت يسر عشان يتقدم لها بشكل رسمي ومامته بتعتذر لمامتها عن الكلام اللي قالته ولما بتيجي يسر بتعرف مامة هادي انها قارفت دلوقتي من كلامها انها كانت رفضاها وجات قالت لمامتها الكلام ده وانها لو كانت تعرف انها مش حباها ورفضاها ما كانتش قربت من هادي لحظة واحدة فبيقول لها هادي انها لازم تنسى عشان يقدروا يبدأوا صفحة جديدة وساعتها خالت هادي بتاخد مامته ومامة يسر وبيسيبهم لوحدهم ووقتها هادي بيقول يسر انهم هيقفلوا بابهم عليهم محدش هيعرف عنهم حاجة لان كلام الناس مش هو اللي يقرر لهم يكملوا مع بعض او لا لكن يسر بتكون رفضا انهم يرجعوا لبعض وبتشكروا على كل لحظة خلها تحس فيها بالثقة وانها شخص ممكن يتحب رغم ظروفها وبعد سنتين بنشوفوا هادي ويسر هما بيحكوا عن حياتهم في برنامج وبنعرف انهم اتجوزوا عندهم بنت وبيقول هادي انه ما يقسش لحظة واحدة لحد ما تجوز يسر لانها كانت حلمه اللي نفسه يحققه وبتكون يسر سعيدة وفخورة بنفسها وبهادي وبحياتهم وبنعرف بعدها ان يسر بقت مخرجة كبيرة وانها قرار تعيش سعيدة وتختار السعادة وتدور عليها وما تستسلمش ابدا للحزن والبلاء وان الصبر والرضا هما اللي بيخلعوا السعادة الفيديو ده كتابته ألاء غازي وسجله محمد طاهر حمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولوا لصفحة هكونة مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الانيمي والكارتون سلام